سبباً إحنا كمان بقى في العلامين الجديدة فاصل الصيف كلنا لنا ذكريات مع المصيف كلنا فاكرين المصيف واللمة العيلة والعوامات بتاعتنا وكنا بنعمل إيه بتاني فيه شوية تفاصيل يا شازلي لو اتكلمنا فيه لا إحنا لازم نفتكر التفاصيل دي ونفكر الناس والناس تقول لنا ذكرياتهم في الموضوع ده لأن فعلاً يمكن العوامة بقى طبعاً دلوقتي إحنا عدين على مراحل كتيرة في العوامة العوامة الكبيرة العائلية وبعد شوية العوامة البطة وفيه تفاصيل كتيرة بقى يعني فيه حاجات احنا مستحيل ننساها بدأنا مثلاً من المصيف وإحنا بنروح بقى جمصة وبنروح راس البر وبدأنا وقت نروح اسكندرية العجمي النخيل وبعدين واحدة واحدة بدأنا نروح للساحل واحدة حداً ما وصلنا العالمين ومكملين يعني ورحنا طبعاً ما تروح بس المشكلة عشان المسافة طويلة شوية لكن كل واحد فينا عنده ذكرياته مع المصيف نفتكر أيام زمان بقى أول ما بنروح البحر هن عندنا كده إيه قاعدة كده أن البحر بيجوع أنت بس بمجرد ما هتعدي من قدام البحر البحر بيجوع مش لازم تكون نزلت معدي على طريق فيه بحر البحر بيجوع فهناكل صح فطبعاً بتنزل الصبح بقى معك سندوتشاتك سندوتشات الجبنة بقى والحاجات دي كلها أعرف أنت التفاصيل الجميلة دي قبل ما ننزل أنا شايفك بتتكلم في المطلق أنا عايزة عرفت ذكرياتك أنت تحديداً هي دي على فكرة هي دي هي دي ذكرياتي مش في المطلق دي ذكرياتي أنا أفت أنت بتقولها كده لا قول يا أنتك بتصحى الصبح كالطفل بصي أقول لك على حاجة إحنا عندنا مشكلة في المصائف دايماً أنهم عايزيني رتبولها وأنا واحد من الناس مش بتاع كده أنا في أجازة وفي مصيف وهو ما زال اسمه مصيف بالمناسبة الناس لديك رحين الساحر رحين السخنة رحين مشكلة لا هو اسمه مصيف صح وهيفضل اسم مصيف فبيعايزيني رتبولها يقولوا نحنا نصحة بدري عشان ننزل الصبح بدري وبعدين مش عارف ناخد بريك إمتا عشان الشمس وبعدين نرجع تاني ننزل معرفش اللي هو الوقت الجروب وبعدين نروح بالليل فين أنا بحب شرتب أفتحب ده من إيه بقى بحب أعيش حياتي أنا في أجازة أنا في مصيف فلازم أبسط في عمل اللي يبسطني فرحان لو هسهر هسهر هنام بدري أنام بدري ما بحبش الالتزامات فهم كانوا دايما يلوك إيه لأ نام بدري عشان نصح بدري ننزل طب أنا مش عايزة ننزل الصبح بدري آه يعني والبحر هيفتح مثلا وهم افتوق في أي وقت يعني أيوة الناس قصدها تشتحب من الصبح بقى تلحق تاخد الشمس اللطيفة وتنزل البحر برحتك وتطلع تاني بعدين تنزل تاني كده يعني ماشي ما فيش مشكلة يعني هون دي كانت من المشاكل بعد شوية بقى مسألة الأكل بقى والمكارونا بتاعت المصر هي معروف الأكلة بتاعت السيف ليها طعمة مختلف هي مكارونا والبني الأسهل الأسهل ليها طعمة مختلف المكارونا بس مش معنا كانوا هم يكملوا بقى بعد المصر لا والله هم بيكملوا عشان بيبقوا مستعجلين بس كده يعني هو بدي حقيقة فأنا بدين عرف دايما لما بترجع من البحر بتيجي تنام شوية تحس ان انت لسه المكشغل مفيش حد يديك فرصة صحيح مفيش حد يديك فرصة انك تناب بس كلنا بقى كمالينا ذكريات مع حاجة تانية الناس لما كنا بنروح نصائف زمان الجنبين على طول الشمسية اللي جنبين على طول الناس كان بيبقى فيه علاقة كده يعني ود بتقلب او يعني بيتعرفوا على بعض فالعلاقة بتقلب بصداقة والصداقة دي بالدوم شوفنا ناس كتيرة اتعرفنا عليهم في المصايف كانوا جنبنا في الشمسية اللي جنبنا ومع فاكرة الكورسي الخشب بتاع زمان اللي كان بيتفرق طبعا والشمسية كان فيه شمسية كده كنا بناخدها فيه خمسة بيشلوها فاكرة عشان نروح ايوة طبعا بردين بتحس ان فيه نظام مؤيدة بيحصل بينكم من الشمسية اللي جاي من الجامعة يا انت بستان معاك مية هم معاهم اللب مثلا الدنيا رايحة جاية ما بيننا كده بتلاقي الشت كله البلاش بكله بقى بيعزم وحكتك اللي في اول الشت بقت في اخر الشت متعرفش راحت ازاي بس كانت فالكات لطيفة وبعدين بس فيه حتة برضو انتفوتها فيه حاجات كتير قوي يا شازلي يعني المص ياف زي ما انت قلت مش بحر بس ده فيه بالليلة عجل بقى صح فيه بالليلة موضوع تاني وفيه فطير برضو فيه حاجات كتير قوي يا من العاجم يبقى فاكرها أه الله يعزي معمورة والعجم اه طبعا وكنت على طول بركة بعجل بالليل وكمان فيه بقى السهرات بقى العائلية الكوتشينة بقى بالليل أعدين بنسها والبطيخة كمان فيه باهم حاجة البطيخة جسما البطيخة اهم حاجة في المصر والمانجة كمان بس يعني دايما الحاجات اللي بتقى الساقع هي معروفة التلتة دول بمحسطين في البطيخ والمنجة والتين والعنب أو مهارات لكي يكون عادة ما هي ذكرياتك؟ أنا أريد أن أضعها في المطلق لا أريد أن أضع ذكرياتك ولكنني أحب أن أصحى الصبح كنت أصبح متحمسة أذهب إلى البحر ونطلع من الماء وننزل الماء ونطلع من الماء وننزل من الماء وكان هناك ترتيبات ونحلي ونحلي ونحدق وكان هناك ترتيبات لازم أن نذهب إلى شكلنا منمق خالص نحن نبقى منصحة وننزل البحر على طول المعروفة عوامتي معي كتفتي معي حكتي معي لو أخويا راح معي أختي راحوا معي طبعا لازم موما تيجي عشان ما ينفعش عشان بيقر بيقروا يغرؤوني في الماء فهزار يعني أنا بحسبك أنا بتيجي وما فيش حد معاك يعني كاب بتيجي وإخواتك معاك لا ما هي لازم تيجي تتحضر الموضوع لازم تأمن يا إما روح أنا وهي الواحد أنا وهي وبابا الله يرحب وحسب بس بعد كده بقى زي ما هنقول منتكلم منطلع برضو منتغدى بالليل بقى لو هنركب عجل لعب كوتشينا كل الحاجات دي دي فعلا كانت بجد الأجواء بتاعت المصيف الحقيقية يمكن عشان كده دلوقتي يا شازلي احنا مش حاسين انه ناقصنا حاجة بالعكس احنا بنحن الأيام زمان وعارفين الطعم الحقيقي للمصيف على اي حال ده سؤال حلقتنا النهاردة ذكريات حضراتكم ايه مع المصيف كلنا لينا ذكريات مع المصيف يمكن انا وشازلي تكلمنا كتير شوية واضحنا ذكريات زي لو انت كتير وهي في المصيف قولنا انتو ذكرياتكم ايه عند المصيف ده سؤال حلقتنا الموجود على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي مستنيين مشاركات حضراتكم معانا عشان نستهلتها مع بعض في حلقة النهاردة صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا صباح الخير يا مصر